السلام عليكم اخواني كديرين لابس عليكم مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة كانت منى منكم انكم تفعلوا معنا وتقبونا معنا وتقطوا على الجرس بجد ما يوصلكم الجديد اليوم فيديو جديد معلومة جديدة ان شاء الله اه اليوم نقدم لكم واحد الدواء هذا الاسم تجاري دياله هو الدافلون الدافلون كنك تعرفوا اه انه كيليق لبنزف الحويج يعني انا اليوم غنا ندركهم الدافلون ميل ميلي جرام الدافلون هذا اللي كيليق يعني الدورة الشهرية هو من الادوية المستخدمة بغرض تقوية دي الاوعية الدموية المرض ايضا للناس اللي عندهم مشكلة دي المرض دي البواسير كما انه كيخفف من الاعراض دي الدورة شهرية خاصة للسيدة اللي كيعانيه من وزول دي الطمت بغازارة ايضا كي تستخدم ايضا في علاج تنمو للاطراف لانه يقويل اوريدة الاوعية الدموية اه كيف كتعرفوا هالدافلون هذا بالنسبة للناس اللي كي يعانيه من اه يعني من اه من مشكلة دي البواسير في مكلم انه يستخدمون لانه هو متنوع ومختلف على الادوية الشائعة لكي تستخدمها يعني في العلاج النازف الدموي الشديد ونستعرض معاكم يعني من خيرا لها الموضوع اللي غنا ندركه اليوم انه ابرز الدوية استعمال دي الحقب دافلون ووجرع موصبها يعني هو كيف كتعرفوا ان الدافلون هذا كي يعجلين البواسير وكيخفف لنا الالم الحادة لها وتيقوي الاوعية الدموية والاوريدة كذلك الزيادة دي المقاومة دي الاوعية الدموية الصغيرة وتخفيف النازف ايضا العلاج للساقين وآلم دي الخيستين كذلك علاج اضطرابات الدورة آآ الوالدية آآ كيف كتعرفوا هالدفلو هذا يعني كيف قلت لكم آآ يمكن الناس يعني هم يستعملوه بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة دي آآ كيعالج لنا المرض دي البواسير من خلال العلاج يعني دي خلال دي الاوعية الدموية المسببة لمرض البواسير كذلك كيعالج نحتة تنمو دي الاطراف والاصابيع النتيجة عن تدفق الدم آآ بشكل كافي يعني لاطراف الاصابع ايضا كيعالج نحتة تمزق دي الاوعية الدموية ويعني والساقعين وكذلك حتى الخيستين آآ ايضا كيقلل من اعراض دي النوز والطمت لبعض لبعض السيدات ايضا نتكلموه لا طريقة دي الاستخدام دي لها الدفلو هذا في حالة البواسير يعني كيقوم الطبيب هو اللي كيحدد لك الجرعة المطلوبة بدون دفلو يعني يعني مطلوبة من دواء دفلو في الغالب ما اليك تي تكمل هالدواء هذا يعني اللي غارض غير البواسير تقدر تكون الجرعة في الغالب في الغالب تكون من قرص الى ثلاث اقراص اما اليك تي غالبا يعني غد تستعملوه الحاجة يعني حاجة البواسير طبيب هو اللي غادي يكون محدد لك الحالة ديالك هو اللي غادي يحدد لك يعني ايش حال غادي تاخد والمدة دي العلاج دياله ما كتفوت سبعي ايام يعني تقدر اتاخد آآ ثلاثة الحبات في النهار يعني يحدث صباح ده في الليل. بالنسبة الاثر الجانبية ديال الاستخدام ديال الدافلون هنا يعني من دم ديال هاد الاعراضي تقدر تظهر عليك بعد يعني مثل شعور بالصداع او الالم ديال الرأس او الالم المعيدة خاصة عند تناول دواء دافلون تناول يعني اه يعني من التناول دافلون بدون طعام او الاسر احيانا او تحسيس البشرة او تشنون زيالة الصفلة بالجسم او الشعور بالتورم يعني في في الوجه ديالك ايضا اه كيف كتعرفوا اه يقدر يجيك صداع اسهال غياتان حدوث الالم في المعيدة او في الوطن اه حدوث اضطرابات حضمية بسيطة او الشعور يعني كيف قلت لكم في الاول بالغاية اه يجب عدم تناول اي دواء دون استشارة طبية لان هالدواء يقدر يسبب لكم ضعافة خطيرة ويجب اخبار الطبيب اليك كتعاني من شي حاسس اي دواء اه كيف كتعرفوا اه هالدفلو هذا اه بالنسبة اليك كتي حاملة او كترضي اه ما يمكنش لك انك تستعملي هاد اه دواء دافلون الا اه باستشارة طبيب ديالك اه اه ايضا اه بالنسبة كيف تلكم المرأة الحاملة والمرأة المرضع المرضع يمكنش يبقى انهم يستعملون بالنسبة لتمن ديالهم تمن ديل دافلون ديل تلاتين حبة اه اه ديل خمستاشر حبة كدير تسعة عشر درم وخمسين اما بالنسبة لتلاتين حبة را قلت لكم كدير متين ودرهم يعني متين وقلت ربع الف وعشرين ريال اه موجود في جميع الصيد عليات كيف قلت لكم الناس اللي عندهم مشكلة ديل الالم ديل البواسير او اه يعني اه لمصاقين او المخلصاتين اي فلا عليه ياخد الدافلو هناav راهزوين ففعال يوضيoh�데 يرقىkle وحد تحسون كبير وبالنسبة لل Consider اللي عندها مشكلة ديل البواسير اه يكونوا عندوم خارجين او لداخلين يمكن لكم انكم تزيدوا واحد مرات الwart و سيفو ديالهمSEPHT ربعزيان و البومادا ديالهم او مو غيدي السيبو والمراتا ديالهم يمكن لكم انكم تصعملهم وتدخلهم مع الدافلو هذا بالنسبة للمشكلة البواسير. ايه غي اعطي واحد الفعالية وغادي تحسوا بوحد تحسون كبير. ايه مع ضافلو غادي غي اعطيك واحد واحد تحسون. المهم. كانت تمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابنوا معنا وتضغطوا الجرس باش دي ما ينصلكم الجديد دينا. وهذا هو الفيديو دي اليوم وتبارك الله عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا.